مرحبا حبيب اول شي بعتذر انه اليوم رح ينزل الفيديو بوقت متأخر عن الموعد المعتاد اللي هو الساعة 9 بتوقيت عن جراء ثاني شي انا مش محذر لموضوع معين نحكي عنه وموضوع معين نحكي عنه فقلت بما اني انا هلا بوقت الشاي الخاص في وقاعد بشرب شاي وهذا شاي احمد انا امتبع ونحكي عنه ونعلك ونوضح كم النقطة سمحوا لي بشبة هاي الآن هذه هي ضبطة بضوصة اخوان قبل اكمن فيديو حكيت انه موضوع ما بعد غزة تهويد غزة موضوع انه فلطة الوطنية تحكم قطاع غزة انسو لدرجة من قلت مش رح يكون الى اجر طاولة انا ما عندني عند رأيي وعند يعني قناعتي لكن احد الزملاء مبارحة واليوم اناقشني في الموضوع وفي طنه لنقطة ممكن حدا يفهمني غلط بها انا كان قصدي انه على الاقل مبدئيا في الظروف الحالية جهة فلسطينية وحدة تحكم الضبة والقطاع في نفس الوقت هاي مرفوضة عند العدو الصيوني لا قد من اللي مستلم الحكم عند العدو الصيوني النتنياهو النتنياهو عقلي تفرق تصد هو دعم حماس بشتى الطرق وبمختلف الوسائل عشان تظل الراس براس مع محمود عباس بالتالي انا كان قصدي انه جهة فلسطينية وحدة تحكم قطاع غزة والذبة ايه انسوها ولو ولو افترضنا انه لا في جهتين السلطة الوطنية انها ترجع تحكم قطاع غزة انسو برضو مع عيني مع عيني قبل فترة قرأت مقال ناسي في اي موقع اظن البي بي سي في المقال طويل ومرتب امتك تك قالوا فيه معلومة انه فيه فريق امريكي بريطاني كندي عسكري موجود حاليا في رام الله الى اكثر من عشر سنوات بيساعد السلطة الوطنية من ناحية الامن وبنفس الوقت بعد العدة ان السلطة الوطنية تستلم قطاع غزة وحتى وزير الدفاع البريطاني صرح بشي بيخص هذا الموضوع تشايس اسمه عظيم ناسي انا قبل اكمل يوم قرأت المقال مع ذلك انا بعدني عند قناتي صحيح فيه الالاف الجنود الصهاين انسحبوا من شمالي قطاع غزة ولاحظوا بلشت الزيد على الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة بالوقت الذي بلش فيه العدو الصهيوني ينسحب انسحاب تكتيكي من شمال قطاع غزة هو مسيطر مسيطر اذا مندوب فلسطين في الامم المتحيرة بيقول 74% او 75% من الشعب العرب الفلسطيني في قطاع غزة تحت مسمى نازح بغض النظر وين نزح هو مسماه ناجح مسؤول في الامم المتحر قبل الفترة كان يقوم بقى 85% يسير يخذ 85% وابترض هناك 75% ويقسمهم مع اثنين عشان ان تظهر من الوسيط ليس المعدل او مرات مزبط اقسمهم مع اثنين المعدل هنا بنفس الوقت يكون المعدل نعم اقسمهم مع اثنين اخذ 5% 80% من الشعب العرب الفلسطيني نازح اي سلطة بغض النظر اي سلطة الوطنية فلسطينية او سلطة حماس او سلطة جحة يحكم قطاع مدمر ومهجر وملتع انسان سفيلو لا الفكرة انه جهة فلسطينية موحدة تحكم قطاع غزة والذكفة الغربية انسوها وانه حدا عربي فلسطيني يستلم قطاع غزة بغض النظر مين هو انسوها انسوها اتقع على مكرون وانه قالوا الزلم المشغول لانه لا يحاولك على وزير الدفاع وزير الدفاع امي الزلمة يراكب راسه ويقول لك يرجعوا ويعيدوا النوتة الموسيقية انسوها انسوها يطول بامد الحرب لتجنب المحاكمة وعصلا العدو الصهيوني كمجتمع لو بدوا يخلع النتنياهو بإحدى طريقتين اما النواب في الكنيست بغضوا النظر عن أحزابهم وتوجهاتهم وميولهم بنسبة معينة بقدموا حجب ثقة خلاص بسقط وبيحاكموا او انه سير في مظاهرة بعدد معين بس عدد قياسي من المتظاهرين يعني 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 يحتجوا وطالبوا بإسقاط حكومة النتنياهو مفتوح واشي زي هيك مش عاملين عمي النتنياهو لا يطول بأمام الحرب ولا يقصر فيها النتنياهو ماشي خطوة خطوة شوفوا على فكرة من عندما العدو الصهيوني انتقل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة سحب آلاف القوات انسحاب تكتيكي لكن بعده شغال في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال هيك شو بسموها تشطيبات في شمال قطاع غزة وقبل قلت لكم فكك الهيكل العسكري لحماس في شمال قطاع غزة يدعي العدو الصهيوني بانه قتل 8000 عنصر تمام هاي مندوب الأمم المتحدة يقول لك 4% من الشعب العربي الفلسطيني بين قتيل وبين طبعا لما قرأت الخبر في سكاين نيوز كتبت قتيل لا هم 4% بين شهيد وشهيدة وجريحة وجريحة ومفقودة و70% ويمكن اكثر تدمر قطاع غزة هو والأرض واحد والعمفق شغال العدو الصهيوني بفق فقتها واليوم يقول لك في خان يونس لحالة قتلنا 40 مسلح فلسطيني قطاع غزة على التهويد على التهويد مقتصبات والشعب العربي الفلسطيني تهجير قصرا أو طوعا وما فيش جهة فلسطينية أو جهة عربية فلسطينية ستسلم قطاع غزة انسوا الموضوع ومن زمان قال لك هذه حرب واستقلالنا الثانية وبعدين لما التقى برؤساء بلديات المحيطة بقطاع غزة قالهم إذا تتذكروا قرأت لكم انه بما معناه IDF والكنترول غزة الزرمي ثابت ثابت بلانك مش مغير ولا هم بدل ولا هم غير مطقع للدنيا كلها بلينكين بروح بايدن باتصل بايدن بيقول أشك أشك أنه العدو سهيوني اخترق القانون الدولي وتكب جرائم حربية مطقع للدنيا كلها ولا هم سائل بحدا وهي الزرمي بمشط بجنوب لبنان وبمشط بسوريا قتل قائد قوة صاروخية تابعة لحماس في سوريا وقتل يسام الطويل من حزب الله وقبلها قتل العاروري وعلى فكرة اغتيال العاروري لما تصفن فيه وتقرأ الأخبار ما يعني بخالط الكذب نشرب شف الشاي نشف توريقي لعلى أطلس يع سلام ولا بالأحلام ما هي الشايات لو شخص يتجلى مع الشاي العلم ليس للنشر على حبل الغسل هذا موجود بالنت اغتيال العاروري ست قدائب صاروخية صواريخ موجهة وزن الصاروخ الواحد لا يقل عن تسعين كيلوغرام شوف مش ضربوا طبعا العاروري مع ست أعطونا عمرهم موجودين ببناية بالطابق الفلاني بالشقة الفلاني الست صواريخ ضربوا الشقة بس الشقة ويمكنوا ضربوا الغرفة اللي باجوا فيها ثت صواريخ ضربت الشقة نفسها اللي فيها العاروري ودمرت بس الشقة طبعا الغرفة اللي كان فيها العاروري عشتر مع مرتبة الشراط البنائية ما دمرت بس الشقة بس الشقة كما قرأت والصواريخ يرجح انها جي بيو تسعة وثلاثين او جي بيو تلاثة وخمسين والأولى بصنحة بويند والثانى بصنحة رايثيون اظن رايثيون هي اللي داخل الشريك مع شركة صهيونية بموضوع القبة الحديدية اظن مش متأكد ستة صواريخ صواريخ موجهة اه مش طائرة مسيّرة لا لا انسى مش طائرة مسيّرة طائرة حربية اف خمستاش يرجح على بعد اكثر من ثلاثين كيلو وعربعين كيلو هي بالجود ضربت ستة صواريخ وفي ناس يقول لك على بعد سبعين كيلو وتعرفوا من بيروت للحدود الفلسطينيين محتلة اللبنانية تقريبا خمسين كيلو العدو الصهيوني اخوان بمشت براحته بجنوب لبنان اذا اليوم قرأت في السكاي نيوز نصبوا على الحدود اللبنانية الفلسطينيين محتلة العدو الصهيوني نصب راجما صواريخ ام الار اس انا قلت لكم محذر قلت بحبش بجوجل عن شو هي هاي الام الار اس ايش ميزتها شميعنع يعني ساعة الصفر قربت والجلاس اوار هاي بلشت تقلب فعلى اقل من محلو شقال النتنياهو والعدو الصهيوني معنوياته عالية صح عندهم لا شك عندهم مصابين انا بالزمانات قلت لكم يوميا بدك تحط في بالك اقل شي في عشر قتلى في صفوف العدو الصهيوني اليوم تسعة اليوم تسعة قتلى مرة واحدة شك في واحدة وعندهم الاف المصابين لا شك طبعا مصابين بين معاق بين مصاب نفسيا بين جريح بين كذا بين كذا لا شك هذه من طبائع حروب المدن والشوارع مش ضعف في العدو الصهيوني ولا قوة في حماس بس ممكن انت يعني مش لهذا السبب فقط لا انت اذا بدك تقول شو الاسباب اولا ممكن قوة في حماس طبعا ومصحاب الارضوا عارفين البيرواطا وممكن خطاء تكتكية من العدو الصهيوني وبنفء لكن السبب الرئيسي انه الاعداد بهالشكل هذا هي طبيعة حرب المدن والشوارع واللي بده يأخذ بكلام يأخذ واللي ما بده يأخذ خليه ويضال متوهم انه حماس رح تنتصر فموضوع انه جهة عربية فلسطينية واحدة تحكم الضفة والقطاع انسو واذا اكتبت الجهة العربية الفلسطينية بحكم الضفة الغربية ولو لفترة مؤقتة لا تتوقعوا انه في جهة فلسطينية معينة تحكم قطاع عزي قطاع غزة تحت سيطرة اي دي اف اسرائيلي دفنس فورسس بنغوسين جيش الاحتلال السهيني اي نقطة الولا اللي انا احبت توضحها النقطة الثانية او لا اقول لكم بديش قبل ما انسى انا مصر ان اعرف لكم وفي اليوم الثامنى تختن قلفة المولودة تمام خلينا حباي حباي الواو حسب ما قبلها هناك واحد يمكن يقول لي اوفكي عن عمي معني معي هناها خليم هناك مئة ألف واو باللغة العربية حتى تعرف الواو يجب أن تعرف ماذا قبلها أو غلطان نحن نعرف ماذا قبلها؟ لا نعرف نقول الواو حسب ما قبلها خلصت فقط ونريح نحن نعرف الواو حسب ما قبلها هناك حرث جر حروف الجر كثيرة الباق حرث جر اللام حرث جر عن حرث جر من حرث جر إلى حرث جر شوفي كمان ناسي وفي حرث جر هيك اصطلحوا عباقرة اللغة العربية أيام سيباويه والكسائي وغيره قالوا هذا في حرث جر ماله مبني على السكون شو العلامة اللي عليه آخر إشي سكون في كسرة معاقرة لك كما يتضم الحرف جر فهذا حرف جر يمكنك أن تقول لك إنجليزي وكانا يمكنك أن تقول لك في عندنا حرف في هذا يمكنك أن تقول لك هذا حرف شو حرف عطب حرف نصب مثلا مصطلح عليه أنه حرف جر سألتك إذا أنه يفهم حرف جر مبني على السكون في أحرف الجر يأتي وراها اسم وفي اليومي لأن الاسم الذي يأتي وراها حرف الجر يجب أن يكون مجرور ما هي علامة جر الكسرة ما هيك تفق الجماعة أنا لم تكن قاعد محمد لو أني كنت قاعد محمد أخطفوا شوية على سيخ الجماعة تفق قال لك الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر أيا كان هذا حرف الجر باء من عن إلى إلخ نحن نقول عنه اسم مجرور مجرور بحرف الجر ما هي علامة جر الكسرة وين هالكسرة الظاهرة على آخره وفي اليومي الثامن لا قلنا في اليوم الأول من الشهر لا قلنا في اليوم الرابع لا قلنا في اليوم المشمس لا إذن أنا ميزت هذا اليوم وصبت بصفة معينة حددته إذن الثامن صفة راح ممكن نقول لي عدد لا يا عم مش عدد في اليوم الثامن الثامن صفة مين الموصوف اليوم؟ اليوم الثامن صفة تطابق الموصوف في كل شيء شوف لاحظ كلمة اليوم فيها أل التعريف كلمة الثامن فيها أل التعريف طابقوا عفوان اليوم مذكر الصفة مذكرة عفوان يعني الصفة النعت مذكر ما قلناش في اليوم الثامنة مذكر مذكر مؤنث مؤنث مفرد مفرد ما قلناش وفي اليومين الثامن لا في اليوم الثامن ما قلناش وفي اليوم الثامنين ما لا بتصبطش هذه خلاص مطابق في كل شيء إذن الثامن صفة نعت مجرور نفس حركة هذا مطابق له في كل شيء وعلى مجره الكسرة الظاهرة مين الموصوف مين المنعوت اليوم إذن اليوم اسم مجرور بحرب الجر فيه وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخره هو نعت عفوان وهو منعوت وهو اسمه منعوت إذن الثامن نعت وعلى مجره الكسرة الظاهرة أو صفة مجرورة وعلى مجرهاographية كسرة الظاهرة على آخره ههو في اليوم الثامن تختن تختن فعل مضارع مبنيل مجهول مرفوع وعلى مترفعه الظامن الظاهرة على آخره لماذا تح folkان مبنيل مجهول لأني لم أعرف الفعل مين اللي بديو يختنه نبين مين الخاتن لا تختن قلفة المولود تختن قلفة المولود ما قلنا وفي اليوم الثامن يختن الخاتن قلفة المولود لا قلنا تختن قلفة المولود إذن تختن فعل مضارع مبني المجهور مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره طيب أنت تخيل أنه قلنا بالأصل وفي اليوم الثامن يختن الخاتن قلفة المولود إذن قلفة هنا مفعول به لأنه يختن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الخاتن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره القلفة مفعول به يختن فعل مضارع مين اللي فعل الفعل الخاتن الخاتن فاعل طيب شوف ماذا فعل هذا الخاتن ختنا قلفة إذن القلفة انفعل فيها الفعل فعل الختان إذن هي مفعول مفعول به منصوب طيب لما قلنا وفي اليوم الثامن يتخطنوا قلفة المولودة القلفة هي قلبناها شرنا عنها الفتحة أعطينا عنها الضم ليش لأنها تحولت من مفعول به إلى نائب فعل مرفوع وعلامة رفعها الضم الظاهرة على آخره تنوب عن الفعل تقوم مقام الفعل إذن تخطنوا قلفة المولود نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف ليش مضاف قلفة من قلفة الرجل قلفة التفلي قلفة العاملة قلفة الجندي قلفة من قلفة المولود لسه ما قالش الطفل المولود لأنه بعد ثمن تيام قلفة المولود إذن قلفة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضم الظاهرة على آخره هو مضاف لأنه راح أنسبه لمن للمولود طالما هذا في قدامه مضاف إذن هذا مضاف إليه لأنه هذا منسوب إله المولود مضاف إليه مجروع وعلامة جره كثرة الضاهرة على آخره ممتاز حتى الآن منيح الوضع بس في عندك شيء مهم جدا أنت ممكن تسأل لحد ماذا يحدث لقلفة المولود في اليوم الثامن ماذا يحدث ممكن تسأل هذا أو تسأل واحد تقول أخبرني متى تختن قلفة المولود هناك خبر أخبرني أخبرني متى تختن قلفة المولود أخبرني ماذا يحدث لقلفة المولود في اليوم الثامن هناك سؤال شو إذا بدك تجاوب على الأول متى تختن قلفة المولود أنت تقول أخبرني شو تقول في اليوم الثامن إذن في اليوم الثامن إذن في اليوم الثامن صار خبر وين المبتدأ تبع هذا الخبر تختن قلفة المولود صح أو ليس صح أرجع حبايا حبايا كبايا وإلا فلا بلائلة وإلا أشبت أعمل أطلس 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 اسم من أسماء الذئب وأطلس وأسالم للعلم الذي نشر على حبل الغسيل وأطلس اسم آلهة من آلهة اليونان انت تحكي مع شخص يهودي ماذا تقول له اتختنون الطفلة سيقول لك ماذا تختنون ممتاز اخبرني يا يهودي يا ابن اليهودية اخبرني متى تختنون قلفة المولودة سيجاوبك خبر يقول لك في اليوم الثامن صح؟ اذا اليوم الثامن خبر تختنوا قلفة المولودة هذه الجملة الفعلية من الفعل المضارع من المجهول ونائب الفاعل هذه الجملة الفعلية في محل رفع مبتلئ لانه لازم يكون في مبتلئ بتكتنور عليها طب شو مبين في الجملة عسفة فيه ناس بيقول يلعلك ويلعن العربي معك واللي بده يعرف معك اخوان اذا ما بتفلسفوها هيك تصيلوا تسألوا بعض ايك اسئلة ما بداعنا لا يمكن انت تفهم العرب وانا صغير ابوي كان يصلحني مئة كبت خماسة تنى احفظ كان يلقني ايه تلقين بعدين قلت ايه شغلة بطولة لو اخر كبت خماسة ضربني اياه علي قرائيه بصفة خمسة ابتدائية قريت الان بتذكره هذا قصة لحال هذا قصة ليس على القواعد على الرياضيات قال لي انا اخر قتلة وانا اكلتها من ابوي والذي قرائيه كانت صفة خامسة ابتدائية من بعديها قلت اسح الشغلة منطولي مع ابوه خصيله قرار لحالي واحفظ لحالي انا انا صغير ثاني والث آخر وبعداء كان يعلمني ابوي قوائد لغة العربية مكانش في حدا بالصفت ان انا كنت معرفها اشياء انا كنت معرفها من ورا ابويط بطنير اطلاح يعطيه الصحة والعافية لا أنا بمزحي أنا بس على كبر ثابع ثامن يعني أنا ملاشت أكثر إش بالتاسع أنه يا عمي أنا بحفظ وبتيجيني أسئلة بعرفش عرب لا لا فيه لقة لا خليني أظل أتساءل فإذن أخبرني متى تختن قلفة المولوري في اليوم الثامن إذن المبتدع للخبر هذا في اليوم الثاني لازم أطلعهم وين تختن قلفة المولودي هذا أنت بدك تقول الجملة الفعلية من الفعل والمنائب الفاعل في محل رفع مبتدع مؤخر في اليوم الثامن شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدع مقدم لأنك قدمت الخبر على المبتدع بط طيب بكفي 25 دقائق وضحنا نقطة و أعربنا جملة بس هكا أنا اليوم يعني قلت لكم مشغول فعلا فطقا أنا كنت مشغول كثير وما صح لي يعني أحذر لموضوع فيديو لكن هكا بلينكين لما انتقى بأخو الشرطة بلينكين لما انتقى برئيس الوزراء القطري في قطر في الدرحة رئيس الوزراء القطري في جوينت بريس كونفرنس مؤتمر صحف المشترك قال رئيس الوزراء القطري قال احنا عمرنا ما شفنا الحل العسكري حل عمرنا ما قبلنا عمرنا ما استوعبنا ما المعنى بالانجليزي قرأتها وينيبر سي حاجة ناسي عفوا مينيبر سي اه مينيبر سي اشي زي هيك المليتاري choice as a solution اشي زي هيك وهاي بيني بيك وانا صفنت فيها كثير طرع القطريين يعني عكاريت على ما يبدو نذر حرب اقليمي موجودة والظاهر انه احنا على بواب حرب اقليمية انا مزبان يعني حكيت بس لأ المرة هاي حامية حامية خاصة مع تصعيد العدو الصيوني في حدود الشمالية لفلسطين المحتلة يا سلام على بالاحلام حوازيك والجيش الاردني مش مقصر والمحاربة مهربي المخدرات عشان يقطع مصادر التمويل اللي بتمول حزب الله والميليشيات الفارسية يعني في لانه تحركش الميليشيات الفارسية بهالبلد برضو مؤشر خطير تحركشهم بدعوة انهم بدهم يهربوا مخدرات يعني فيه فيه كان يوماني بس ايش الخلاصة خاصة تصريح رئيس الوزراء القطري مع اللي احنا ما نشوفه هلأ في الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع اغتيال هذا طالب مشتاق السعدي في بغداد اظن ان هيك اسمه طالب مشتاق او مشتاق طالب السعدي في بغداد هذا من الميليشيات الفارسية في بغداد واغتيال بسام الطويل واليوم مقتل اربعة من عناصر او استشاد اربعة من عناصر هزب الله هاي كلها مؤشرات احنا من العدو الصيني خلاص حط براسة يبلش المشط بجنوب البنان وهاي هون ممكن عاد يتودينا لحرب اقليمية ممكن الفرسي يدخل وممكن ما يدخل بطل يعرف لهم واذا سماعيل هنية راح يركض ركاض على خامن ايه يبوص ايه ووجه وكفى انه يدخل في قطاع غزة قالوا انه ينقلع من وجه وانقلع من وجه وانقلع وانقلع طبعا ايه هنقلع وانقلع انقلع هنقلع ايه ايه هنقلع وفي التناحة وفي التيسنة يعني صدقا صدقا وين أيام أحمد ياسيم؟ الله يرحمك يا أحمد ياسيم وين أيام الرنتيسي؟ وين أيام يحيي عياشة؟ وين؟ جماعة كانوا غير؟ لا لا هذا الشطب مع مرتبة الشرف باستثناء يحيي السنور هذا سماعيل هنية وخالد مشعل وموسع ابو مرزوق هذا موسع ابو مرزوق تحفى يعني واحد جد يضحك ويحضر مسرحية يكتب في اليوتيوب تخبيصات موسع ابو مرزوق مش تكتب تصريحات موسع ابو مرزوق وقعد يضحك التخبيصات تبعته يا سلام أنا بالأحلام يعني اشي نفات أنا ما مرت عليه فتقا يعطيك العافية وشوفوا جذج مشيحة فيه طب موسع موسع موسع